بسم الله الرحمن الرحيم وبالتالي على أدائهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة إذن القيادة هي قدرة على التأثير على المرؤوسين وتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف المنظمة وهناك ثلاثة شروط أو عناصر أساسية يجب أن تتوفر في القيادة وهي وجود قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية ثاني عنصر وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه ثالث عنصر وجود أفراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم أساليب القيادة يقصد بأسلوب القيادة هو سلوك القائد مع مرؤوسه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة يمكن تصنيف الأساليب القيادية المتبعة بين قطبينهما القطب الأول القيادة اللامبالية القطب الثاني القيادة الاستبدادية ويقع بينهما أسلوب القيادة الديمقراطية القيادة الاستبدادية أو الفردية يقصد بها احتكار القائد للسلطة واتخاذ القرارات دون استشارة مرؤوسه وينتظر منهم تنفيذ أوامره فهو يركز على العمل فقط القيادة اللامبالية يركز فيها القائد على مصالحه الشخصية المباشرة ويوليها كل اهتماماته ويتخلى عن مسؤولياته ليحمل الأخرين النتائج التي يتم الوصول إليها القيادة الديمقراطية يهتم القائد فيها بالعمل والعاملين ويشرك مرؤوسه في اتخاذ قراراته وذلك عن طريق الاستماع إلى أرائهم واقتراحاتهم وتسجيع الاتصال وتبادل المعلومات وهناك مصطلح القيادة البيروقراطية والتكنقراطية المصطلح الأول القيادة البيروقراطية يحتكر فيها الإداريون أو الموظفون السلطة ويغلب على هذا الأسلوب من القيادة الرغبة في اللجوء إلى الطرق الإدارية الرسمية من أجل تنفيذ التعليمات كما يتميز هذا الأسلوب من القيادة بالبطء في اتخاذ القرارات القيادة التكنقراطية وهي التي تسند فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم لأنه يفترض أن يملك التكنقراطي المعرفة أكثر من غيره والتي تعتبر مفتاح الحلول في كثير من الأمور الآن في مرحلة ثانية سنتطرق إلى الدافعية الدافعية هي المؤثر الداخلي الذي يحرك وينشط ثم يوجه السلوك الإنساني نحو تحقيق أهداف معينة كما تعتبر الدافعية وظيفة يؤديها المسير لحث وتحفيز المرؤوسين على إنجاز الأهداف والتحفيز هو أن تجعل شخصا متحفزا أي متحمسا لأداء شيء ما إذن ما هي الدافعية؟ الدافعية هي عملية تنشيط العاملين لبدل جهود أكبر لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشجيع الأفراد وتحفيزهم ودفعهم للعمل أكثر من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجاء من الكفاءة ما هي العوامل المؤثرة في الدافعية؟ أول عامل أو العوامل التنظيمية أو أسلوب القيادة المتبع في المنظمة ثاني عامل العوامل الاجتماعية ثالث عنصر العوامل النفسية أي مدى قدرة القائد على استقطاب إمكانيات الأفراد للعمل بحماس وحتى يحصل ذلك فإن الأوامر والتوجيهات التي تصدر من طرف القائد للمرؤوسين يجب أن تتصف بالدقة والوضوح وأن تكون ضمن منطقة قابول المرؤوسين حتى ينفذونها دون أي اعتراض أو مقاطع إن المرؤوس باعتباره فردا في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي سواء في السكن أو في المدرسة أو في العمل أو بأي رابطة أخرى تولد له الإحساس بالانتماء لهذا المجتمع ولهذا فعند إصدار الأوامر يجب على القائد أن يأخذ هذه العوامل الاجتماعية للمرؤوسين بعين الاعتبار حتى يتم تنفيذ الأوامر والتوجيهات بأقصى درجة من الكفاءة إن الأحاسيس والتوقعات والمخاوف وغيرها من العوامل النفسية تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد لذا على القائد أن يدرس ردود فعل مرؤوسيه المتوقع تجاه كل ما يصدره إليهم من أوامر وتعليمات وعند إصداره الأوامر والتعليمات عليه أن يركز على العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبولها نظريات الدافعية هناك العديد من النظريات التي اهتمت بالدافعية من منطلقات مختلفة ولكن في دراستنا ووفقا للمنهاج المقرر نقتصر على نظريتين هما نظرية تدرج الحاجات لماصلو ونظرية ذات العاملين لهيزبرغ النظرية الأولى نظرية تدرج الحاجات لماصلو أبراهام هارولد ماصلو 1908 1970 نشر ماصلو نظريته سنة 1943 في كتاب تحت عنوان الدافعية والشخصية مبدأ النظرية تقوم هذه النظرية على أساس أن الإنسان كائن محتاج وأن سلوك الإنسان موجه دوما نحو إشباع حاجاته حاجاته وقام بوضعها على شكل هارمي هارم ماصلو لتدرج الحاجات إن ترتيب ماصلو للحاجات بناء على أن إشباع الحاجة الإنسانية يخضع لأولويات تعبر عن مدى أساسية الحاجة فالحاجة الفيزيولوجية تحتل المرتبة الأولى تليها حاجات الأمان ثم تأتي الحاجات الاجتماعية وحاجات التقدير وأخيرا حاجات تحقيق الذات بمجرد إشباع الفرض لمجموعة معينة من الحاجات تبرز أهمية المجموعة التالية في ترتيب الأولوية كما أن الحاجة المشبعة تفقد تأثيرها كدافع لسلوك الفرض إن سعادة الفرض تتحدد بمستوى الحاجات التي تمكن من إشباعها أي أن السعادة القصوى تتحقق بإشباع حاجات تحقيق الذات وأدنى درجات السعادة تكون عندما لا يستطيع الفرض تجاوز حد إشباع الحاجات الفيزيولوجية الحاجات الطبيعية أو الفيزيولوجية وهي الحاجات الجسمانية الأساسية للمحافظة على الحياة مثل الجوع والعطس والجنس والسكن وهذه الحاجات ضرورية للحفاظ على الحياة وبالتالي تكون محل اهتمام الشخص قبل شيء آخر حتى يتم إشباعها فالشخص الجائع أو العطسان لا يفكر عادة في أمور الحياة التي قد يراها حين ذاك نوعا من الترف حاجات الأمن والضمان تشمل هذه الحاجات خوف الإنسان من التعرض للمخاطر خوف الإنسان من التعرض للمخاطر الجسدية أو التهديد بهذه المخاطر كما تشمل أيضا اطمئنان الفرض على عمله وحريته من الوقوع تحت التهديد بفقدان عمله أو حريته إن الكثير من النشاطات التي تمارسها المجتمعات المتحضرة مثل وجود أجهزة أمن متعددة أجهزة المطافة إنما تمثل رغبة هذه المجتمعات في إشباع هذا النوع من الحاجات لدى أفرادها الحاجات الاجتماعية أو حاجات الانتماء وتتمثل في رغبة الفرد في بناء علاقات ودية مع الآخرين فهو بحاجة ملحة لإيجاد مكان له في مجتمعه أو أسرته أو بين أصدقائه فالإنسان يشعر بلوعة حدة ووحدة موحشة غريبة عند غياب الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الأصدقاء وبشكل عام يحس بالحاجة للعلاقات الحميمة الودية مع الناس ويسعى لتحقيقه هذه الغاية ويشتهي الحصول على مثل هذا المكان أكثر من أي شيء آخر في العالم حاجات التقدير والمكانة وتشمل هذه المجموعة الثقة بالنفس والاستقلال والمعرفة والوضع الاجتماعي والتقدير حاجات تحقيق الذات مثل مثل الاستمرار في تنمية الذات والخلق والإبداع وغيرها وفي هذه المرحلة من تدرج الحاجات البشرية سيعمل الفرد لأن يصيب المزيد من عملية تحقيق الذات ويستثمر كل طاقاته الدفينة النظرية التانية هي نظرية ذات العاملين لهيرشبرغ البروفيسور الدكتور فريديريك هيرشبرغ عاش في الفترة بابين 1923 2000 استطاع أن يضع أسس نظريته حول الدافعية سنة 1959 بعد بحوث ميدانية قام بها في مركز خدمات علم النفس في مدينة بيتشبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية مبدأ نظرية هيرشبرغ تقوم هذه النظرية على أساس أن العوامل التي تؤثر على دافعية الأفراد تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي العوامل الوقائية أما المجموعة التانية هي عوامل الدافعية المجموعة الأولى العوامل الوقائية أو عوامل الصيانة أو الصحة تتعلق هذه العوامل عموما بالبيئة التي يؤدي فيها الشخص عمله وهذه المجموعة من العوامل تسبب شعورا بعدم الرضا عن العمل حينما تكون غير موجودة او موجودة بدرجة غير كافية ولكن وجود هذه العوامل حتى بدرجة اكثر من كافية لا يخلق دافعية للعمل لدى الافراد انما يعمل ذلك على تهيئة الجو المناسب لخلق هذه الدافعية وطبقا لنظرية هيرشبرغ فان العوامل الوقائية او عوامل الصيانة تمنع حالات عدم الرضا ولكنها لا تحقق الرضا لانها عوامل محيطة بالعمل نفسه امثل على هذه العوامل الاجر مكان العمل الاضاءة والتهوية الحرارة والضوضاء السياسات الادارية المتبعة مدى جودة الاشراف اما المجموعة الثانية عوامل الدافعية او التحفيز تتعلق هذه المجموعة بالعمل في حد ذاته وتشمل قضايا الانجاز والتحصيل تحقيق الذات الترقية في مسؤوليات اكبر في العمل وامكانية التقدم فيه ان العوامل التي تنبع من العمل نفسه هي التي تحقق الرضا اذا توفرت هذه العوامل بالكيفية الملائمة تؤدي الى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم للعمل اكثر الان اعزائي تلميذ نقترح عليكم نمذج لاسئلة البكالوريا وهي كما يلي سؤال مستمد من بكالوريا سنة 2009 كان عليه اربع نقاط الجزء الثاني حدد مفهوم القيادة السؤال الثاني اشرح مختلف اساليب القيادة وللاجابة على السؤال نقوم بتحديد اولا مفهوم القيادة والقيادة هي القدرة على التأثير على المرؤوسين بغيتها تحقيق اهداف المنظمة الجواب عن السؤال الثاني شرح اساليب القيادة القيادة الاستبدادية او الفردية يحتكر فيها القائد السلطة واتخاذ القرارات دون استشارة مرؤوسه وينتظر منهم تنفيذ اوامره القيادة اللامبالية يركز فيها القائد على مصالحه الذاتية المباشرة ويوليها كل اهتماماته ويتخلى عن مسئولياته ليحمل الاخرين النتائج التي يتم الوصول اليها القيادة الديمقراطية يهتم القائد فيها بالعمل والعاملين ويشرك مرؤوسه في اتخاذ قراراته وذلك عن طريق الاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم وتسجيع الاتصال وتبادل المعلومات القيادة البيروقراطية هي التي يحتكر فيها الاداريون السلطة القيادة التكنقراطية وهي التي تسند فيها مهمة القيادة الى الخبراء سؤال مستمد من باكالوريا 2011 تعد نظرية تدرج الحاجات لمصلو احدى النظريات المتعلقة بالحاجات الدافعية اي التحفيز سؤال الاول حدد مفهوم الدافعية سؤال الثاني بين مضمون نظرية تدرج الحاجات لمصلو الجواب يكون كما يلي مفهوم الدافعية هي تشجيع الافراد وتحفيزهم واستنهاض هممهم لدفعهم للعمل اكثر وكسب باصرارهم من اجل تحقيق اهداف المنظمة اي المؤسسة باقصى درجة من الكفاءة الجواب عن السؤال تاني يكون كما يلي تبيين نظرية تدرج الحاجات لمصلو لقد صنف مصلو حاجات الانسان على شكل هرمي من الاسفل الى الاعلى كما يظهر في الشكل التالي ويرى مصلو انه كلما تم اشباع صنف من الحاجات يفقد مفعوله كحافز للسلوك ليبرز الصنف من الحاجات الذي يعله مباشرة في الاخير اعزائي التلاميذ اتمنى ان هذه الدروس قد افادتكم واتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله في شهادة البكالوريا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة